طريقة إنشاء موقع عن طريق الذكاء الاصطناعي وبأسهل طريقة تماما تابع مع الشرح ويلا بينا طبعا حضراتكم أول حاجة هتحمله برنامج اسمه Visual Studio Code تمام ده مهم جدا عشان ده اللي هنعمل بالموقع كويس أول حاجة هنضغط عليه نفتحه طبعا حضراتكم هايزر معاكم الشكل ده تمام هايزر عندكم الخيارات دي بس كويس أول حاجة هنختار Extensions ديت تمام بعد كده حضراتكم في البحث هنبحث عن أداء اسمها Code تمام جيكس بالشكل ده زي ما انتم شايفين تمام تمام بعد كده حضراتكم هتضغطها على Install طبعا أنا منزلها فانا مش هنزلها كمان مرة أكيد يعني فانتم هتظهر عندكم هنا Install فهتحملوها بعد ما تحملوها هتظهر الأداء في الشمال زي ما انتم شايفين Code GX هندغط عليها تمام بعد كده حضراتكم هنزهر معانا الشكل ده اللي احنا عايزينه اصلا عشان نبدأ نعمل الموقع هنختار ال Agent تمام زي ما انتم شايفين طيب لو ما ظهرتش عندكم ال Agent هنعمل ايه اهم حاجة طبعا ان احنا عشان نظهر ال Agent هنعمل File بعد كده Open Folder بعد كده حضراتكم هنا هنضغط كليك يمين بعد كده على New و Folder بعد كده هنسمي اسم الفولدر بتاعنا اللي احنا عايزينه تمام بعد كده هختاره بعدين على Select Folder وكمان يا جماعة لازم نعمل خطوه دي عشان اللي الذكاء اللي الصناعي بيحفظ الحاجات اللي اعمالها في الفولدر اللي احنا سمناه باسل ده فين زهر عندنا اسم باسل فوق اهو تمام هنرجع ل Code GX بعد كده ال Agent ظهرت زي ما انتم شايفين لو ما ظهرتش برضو هتعمله رسطات للبرنامج يعني هتقفله البرنامج تمام وتفتحوه من جديد هتنتظره كم ثانية كده وال Agent هتظهر انكم مختارين GLM 4.5 تمام عشان دي طبعا اداء ممتازة جدا انها يعني بتعمل الموقع بطريقة احترافية وعايز اقول لكم مفاجأة ان الاداء دي طبعا مجانية تماما مش بتطلق منك انك تستنى يوم او يومين عشان تقدر تستخدمها تاني او لي كريدت معينة او كوينز يعني زي الاداء دي زي ما انتم شايفين الاداء دي انا استخدمتها خلالي يوم واحد طلبت من الاشتراك اما الكود GX دي مجانية تماما وصينية في نفس الوقت فعلا للصينيين بيعملوا حاجات عظمة بعد ما خلاص اخترنا GLM 4.5 والاجنت هنيجي نكتب للذكاء الاصطناعي الموقع اللي احنا عايزينه فيه بانا بمعنى انا دلوقتي فيه ببالي موقع معين هعمله انت نفس التفكير تمام يعني انت عمل موقع براحتك عايز تخليه موقع احترافي الاجنت دي بتعملك كل حاجة بالذات الاداء الصينية دي احترافية تماما النهاردة هعمل حاجة بسيطة عشان الشرح اواريكم ازاي تمام تمام هقول له مثلا اعمل موقع تمام مولد كلمة المرور طبعا انا قلت له اعمل موقع مولد كلمة المرور والموقع هيكون عبارة ان الموقع بيظهر اللي كلمات المرورة اقدر استخدمها في السوشيال ميديا تمام تكون كلمة المرور صعبة يعني كويس وهقول له كلمني بالعربي عشان طبعا الاداء الصينية تمام فلازم تقول له كلمني بالعربي بعد كده اضغط عليه ارسال كما انتم شايفين حضراتكم بيبدأ ان هو ينشئ الموقع وبأسهل طريقة جدا جدا وعايز اديكم مفاجأ ان انا عامل الموقع بتاعي ده تمام بنفس الاداء اللي هي كود جيكس ان الشخص يقدر يتواصل معي كما انتم شايفين اشترك بقناة اليوتيوب انضم اللي التليجرام ولي الاستفسارات وباقي اللايقات والاعلان على قناتي وكمان اقول لكم ازاي تربطوا الموقع باسمكم بأسهل طريقة وكل الطريقة مجانية ان شاء الله هنرجع لتكملة الشرح بتاعنا تمام زي ما انتم شايفين لو ظهر عندكم الشكل ده هندغط هنا دلوقتي حضراتكم هو خلاص خلص تمام ازاي نعرض الموقع بتاعنا هنروح على فولدر باسل اللي هو اسم الموقع بتاعنا او اسم الفولدر يعني تمام هندغط على الاسم وحضراتكم من هنا بقى عشان نعرض الموقع بتاعنا هنشد اللي هي اندكس دي تمام هنشدها بالشكل ده نحطها في جوجل كروم تمام بعد كده هي اعرض معنا الموقع يا سلام يا سلام والله العظيم الموقع جبار 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 زي ما انتم شايفين كاتب لي هنا مولد كلمات المرور العشوائية واقدر ان انا اطول كلمة المرور تمام توليد ويبدأ ان هو يغير لي زي ما انتم شايفين جايب لي متوسط لو انا زودت كلمة المرور قوية اقدر استخدام بقى في فيسبوك كلمة المرور دي فايا كان منصة عشان كلمة السر يتبقى قوية فهمتوني طيب انت ممكن تسألني سؤال حلو وانا عارف انك هتسأله ازاي يا بيسو لو في مشكلة في الموقع ازاي نعدلها تمام وليكن كلمة مولد كلمات المرور العشوائية دي عايز اغيرها وكتب اسمي هناخدها كوبي كده وهرجع للموقع احطها بست هنا تمام وعقول له غير هذه الكلمة مثلا بكلمة بيسو تكنولوجي تمام انت بقى على حسب الاسم بعد كده هضغط على انتر او من الساهم هنا وهيبدأ ان هو غير لي الكلمة من خلال الذكاء الاصناعي تفكر حضرتك انك تعمل اشتراك ولايك عشان ده بيفرق معي وان شاء الله اعمل لكم فيديوهات كتير تمام دلوقتي زار معنا الشكل ده هنضغط هنا بعد كده هنرجع للموقع اعمل ريفرش بس زي ما انتم شافين كتاب لي بيسو تكنولوجي كويس ممكن حد برضو زاجي جدا واسألني يقول لي ازاي اضيف صورة معينة في الموقع تمام طبعا للأسف البرنامج او الاداء معذرة مش بتعرض انك تضيف صور اما الهتعمل ليه طيب هقول لك الطريقة ان انا اكتشفتها الحمد لله تمام والله العظيم يا جماعة انا دورت بقلي فطرة عشان نعرف الطريقة دي هنرجع للفولدر بتاعنا وهنا هنجيب الصورة بتاعتنا يعني لو عندك صورة معينة تمام انا وليكن هنجيب صورة معينة وليكن مثلا الصورة دي تمام اخد كوبي كده تمام كوبي بعد كده هرجع للفولدر بتاعنا بتاع الموقع وهعطها بيست هنا تمام زي ما انتم شافين الصورة هي تمام دلوقتي انا دفنا الصورة خلاص هنضغط على كلك يمين بعد كده على رينيم تمام وناخد اسم الصورة دي تمام بعد كده نرجع للبرنامج او الاداء بتاعتنا نحطها بيست هنا ونقول للذكاء اللي سناي دفت لك صورة بهذا الاسم اريدها فوق اسم بيسو تكنولوجي تمام زي ما انتم شايفين يعني انا قلت له حط الصورة فوق اسم بيسو تكنولوجي دلوقتي بيولي دم اضافة ونرجع للموقع نعم الرفريش لسه برضو تمام اهو ارسلت لك اسم الصورة تمام بعد كده هيبدأ ان هو يصحح كل الخطأ اللي هو داخل الموقع بيقولي هنا تم تصحيح بنجاح تمام هنرجع للموقع نعم الرفريش زي ما انتم مشايفين الصورة اضافت بقى اسهل طريقة يعني مفيش احسن من كده بصراحة تمام تمام طيب ممكن حد يسألني دلوقتي يقولي انا الموقع بتاعي بقى زي الفل وعايز بقى انشوره او اخد لينك استخدمه طيب هنعمل ايه كويس جدا طيب دلوقتي حضراتكم هنفتح متصفح جديد بعد كده هنكتب get hub تمام؟ get hub بالشكل ده بعد كده حضراتكم هنخش على الموقع ده تمام هنضغط عليه بعد كده هنضغط على الاول الموقع وطبعا الموقع ده هسيبهلكم في الوصف طبعا حضراتكم انتم هتسجلوا دخول داخل الموقع فانا مسجل قابل كده فانا مش هتسجل تاني كويس بعد ما تسجل هيزر عندكم كلمة new هنضغط عليها بعد كده حضراتكم هنا هتسمي اسم الموقع بتاعكم ايه وليكن هسمي اسم الموقع ده بيسو تيك تمام زي ما انتم شايفين بيقول لي علامة صح وكل حاجة تمام يبقى الاسم ده مش موجود عند حد بعد كده حضراتكم متأكدوا انكم عاملين دي على البابلك مش البرايفت تمام خليها بابلك عشان الموقع يظهر للعامة تمام بعد كده هنضغط على كرييت عشان يبدأ ان هو ينشئ الموقع بتاعنا بعد كده حضراتكم زي ما انتم شايفين ظهر عندنا اسم الموقع بيسو تيك تمام هنضغط على حاجة اسمه تمام بعد كده حضراتكم بيقول لنا تشوز يور فايل يعني اختار الفايل او الفولدر بتاعنا تمام بتاع الموقع بس ما بنصحش انك تضغط هنا وتختار الفولدر لا الطريقة دي خطأ وممكن يحصل بعض المشاكل الافضل انك بتزغر جوجل كروم تمام وبتيجي على الفولدر بتاعنا تمام زي ما انتم شايفين بالشكل ده وتاخد كل الملفات كده تمام زي ما انتم شايفين من داخل الموقع بالشكل ده تمام هنروح للموقع وزي ما انتم شايفين بيقول لي ان هو حمل خلاص بعد كده حضراتكم هنضغط هنا تمام عشان يبدأ ان هو يكاريت او ينشئ الموقع دلوقتي زي ما انتم شايفين ظهر عندنا الملفات بتاعتنا بتاعت الفولدر ده تمام بتاعت فولدر الموقع زي ما انتم شايفين تمام احنا دلوقتي عشان ناخد لنك الموقع ده عشان نستخدمه هنعمل ايه هنضغط على السيتنجس تمام هنا بعد كده حضراتكم ظهر معنا الوجهة دي تمام عايز اقول لكم حاجة انكم تقدروا تغيروا اسم الموقع من هنا تمام تغيروا باي اسم كويس نكمل بقي الخطوات هننزل من الجنب هنا تحت بعد كده نختار كل ما اسمه بيتجيس تمام هنضغط عليها تمام مفروض ان احنا بنعمل رفريش عشان يظهر لنك الموقع بتاعنا لو ما ظهرش بتنتظر كم دقيقة او كم ثانية عبال ما هو يعمل الموقع بتاعنا زي ما انتم شايفين بعد كم ثانية كده ظهر عندنا لنك الموقع هنضغط عليه زي ما انتم شايفين بقى عندنا لنك اهو نقدر ناخده نسخ ونقدر نستخدم الموقع ده وننشره بطريقة احترافية للناس او نحط في الوصف عندنا في اليوتيوب مثلا في اي منصة وبأسهل طريقة بتمنى جدا حضرتك لو استفدت اعمل الاشتراك ولايك وكمان كومنتي شجعني ان انا استمر كان معاكم باسل من كناتكم بيسو تكنولوجي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته